اشتركوا في القناة في هذه المصافحة التربوية الجديدة أتمنى لكم مشاهدة طيبة ممتعة ومفيدة في الآن ذاته معكم الأستاذ عادل الكبير أستاذ أول فوق الرطبة بالمدرسة الابتدائية درسنا اليوم سيتمثل في مراجعة بعض الأهداف والكفايات المستهدفة في الثلاثي الثاني خاصة إذن في اللغة العربية نص الانتلاق هو رحلة جبالية سنحاول قراءة هذا النص السردي الذي يتضمن مقطعا وصفيا ونعبر عن فهمنا بالإجابة عن أسئلة تتعلق بمضمونه وبنيته ثم بعد ذلك سنحاول تمييز الوظائف بعضها من بعض باعتماد قراءة مختلفة وسنخص إذن في درسنا ذلك بضمائر الجر والنص ثم بعد ذلك سنصرف الفعل الناقص الثلاثي والمزيد في المضارع المنصوب نذكر الوزن الناقص ونوعه وأصرفه في الأمر ثم أخيرا سننتج نص سرديا يتضمن مقطعا وصفيا أو أكثر إذن أبناء الآزة يمكن أن تعتمدوا مدونة القسم وهي موجودة بموقع المركز الوطني البداغوجي ويمكن تحميلها إذن نعود إلى نصنا وهو النص المنطلق تحت عنوان رحلة جبلية إذن هذا النص مشفع إذن بأسئلة كما ترونها أمامكم تبحث عن مكوناته السردية وعن معانيه ومضمونه ثم نبحث دائما عن القضايا المحمولة أيضا نمر بعد ذلك إلى درس آخر في قواعد اللغة كما ترونه أمامكم على الشاشة حاولوا أبناء العزة الانتباه والإنصاط وأيضا أخذي البيانات التي ستفيدكم دون شك إلى آخر مراحلكم التعلمية والتعليمية إذن هذا عرضنا ثم أخيرا سنمر إلى إنتاج نص سردي مغنى بمقطع وصفي يتحدث هذا النص السردي عن رحلة بحرية إذن أبناء العزة قبل الإنجاز يجب كما قلت لكم وأذكر دائما قراءة النص قراءة دقيقة ومتأنية حتى تتفهم معانيه ومضمنه وقبل إنجاز المطلوب كما تعودنا دائما نحاول اكتشاف النص فنحاول استخراج الشخصيات ونحاول استخراج إذن الزمان والمكان للتذكير بكاتب هذا النص هو طاه حسين وهو أديب وناقد مصري لقب بعميد الأدب العربي من مؤلفاته وهي عبارة عن سيرة ذاتية الأيام له أيضا كتب أخرى وروايات كالمعذبين في الأرض دعاء الكروان أذكر أبناء العزة أن هذا الكاتب هو كفيف البصر وقد عانى من هذه العاهة منذ صغره لكن رغم ذلك حاول شأنه كشأن الكتاب القدامى مثل المعري وغيره من تجاوز هذه العاهدة والوصود إلى أرقى المعارف أنتم أيضا أنا متأكد أن لكم القدرة الكافية على تجاوز كل الصعوبات التي مرت بكم وكل ما يحيط بنا في العالم من مآس وأمراض وغيرها على تجاوز ذلك ولا تتنحوا عن إذن هدفكم الأسمى وهو طلب العلم أبنائي إذن نمر الآن إلى النصي وهو تحت عنواني الرحلة جبلية نقرأ إذن النص سويا لتفهم معانيه قطعت بنا العربة أحياء مختلفة ومشت بنا في أجواء متباينة وكنت أحس إختلاف الأحياء فيما يصل إليها أو فيما يصل إلي من أصوات الناس وحركاتهم ومن اضطراب الأشياء من حولنا كما كنت أحس ذلك في سير العربة نفسها وفي لهجة السائق وهو يدفع الناس أمامه ويطلب إليهم أن يتنحوا له عن الطريق انظروا كلمة الإحساس كم تتكرر في هذه الفقرة إذن كان الحي رشيقا أنيقا وكان الجو سمحا طليقا وكانت الحركات والأصوات من حول لا تخل من شدة وعنف ولكن فيها ظرفا وتأنقا ثم لم تلبث الطريق أن أصبحت شديدة الضيق فاشتدز زحام وكثر من حولنا الصياح وأخذت أصوات الأطفال والنساء تختلط بأصوات الرجال من العمال وسائق عربات النقل وانتشرت في الجو روائح ثقيلة تمتاز منها روائح البصل والثوم وقد أخذت تعمل فيهما النار وارتفع صوت السائق واتصل وكثر نذيره وتحذيره ثم انفسحت الطريق وتسعت وصف الجو وهدأت الحركة وتنفس السائق مطمئنا ومشت الخيل رفيقة ولكن ذلك لا يطول إلا ريثما تنعطف العربة ذات اليمين وإذا نحن في حارة ضيق هادئة قد ثقل فيها الهواء وكثرت في أرضها الأخاديد فالعربة تقفز بنا قفزا ثم يقف السائق فجأة وتنزل من العربة وإذا صاحبي يقول لي لم نبلغ البيت بعد ولكننا انتهينا إلى حيث لا تستطيع العربة أن تمضي ولا بد من التصعيد في الجبل إذا هذا النص هو المنطلقة كما ترون هو نص غني بالأحداث أحداثه كثيرة أيضا جموله إذا وصفه كثير إذا يتضمن مقاطع وصفية كثيرة للمكان للزمان لإذا الشخصيات كما يستشفها هذا الكاتب هذا الضرير هذا إذا الأديب العميد الأدباء وهو في الواقع إذن إذن إبداع في عصره شخصية طه حسين شخصية في الواقع تدرس في المعاهد إليها وفي الكليات إلى حد يومنا هذا إذن قبل قراءتي إذن قبل الإجابة عن السؤال كما رأيتم إذن يجب قراءة النص قراءة متعمقة ودقيقة إذن الشخصيات تبدو من خلال بعض الضمائر ضمير نحن قطعنا أو قطعت بنا العربة نا هو يعود إلى الضمير نحن ثم أيضا كنت الضمير تو الناس السائقي صاحبي المكان أحياء مختلفة الطريق الطريق إذن أبناء العزة قبل الإنجاز نحاول دائما وأذكر نفسي وأبنائي دائما بضرورة قراءة النص قراءة واضحة ودقيقة وقراءة عميقة وإذن متأنية حتى يتسنننا الإجابة إجابة تامة وواضحة ودالة أيضا أوسي أبنائي بضرورة تحسين الخط أحسن ما يمكن لكي تكون إجابتكم إذن واضحة للقارئين المعاني هل انتهت رحلة الراوي هل انتهت رحلة الراوي لا يمكن الإجابة عن هذا السؤال كما قلت لكم دون الرجوع إلى النص المنطلق نبحث عن القراءة المعنوية أو اللفظية التي تحيل على هذا السؤال كما ترون ثم يقف السائق فجأة وننزل من العربة وإذا صاحبي يقول لي لم نبلغ البيت بعد ولكننا انتهينا إلى حيث لا تستطيع العربة أن تمضي ولا بد من تصعيد في الجبل إذن كما ترون انتهت الرحلة أم لم تنتهي هذا ما أود منكم الإجابة عنه دون شك الرحلة لم تنتهي وإنما توقفت السيارة ولكن السيارة هي في حد ذاتها نعم لم تنتهي لكن رحلة الكاتب مع الحياة في الواقع هي متواصلة وما يشير الانتباه هنا كأن الرحلته إذن ما زالت هنا إذن ممتدة وسيتصعد الجبل كما قال المسعد في كتاباته الراوي تحسين هنا أمامه جبل وكأنه يريد أن يبين لنا أنه بصدد إذن رحلته في الحياة يعبر عن رحلة أخرى عميقة إذن ليس رحلة في الواقع على إذن الأقدام ولكن رحلة ذهنية ورحلة إذن رحلة حياة أستخرج من النص العبارة التي أدعم بها إجابتي إذا صاحبي يقول لي لم نبلغ البيت بعد هذه قرنة تدل على أن الرحلة لم تنتهي بعد ما هي الحواسل التي استعملها الراوي في تمييز الطريق لا ينكر الإجابة دائما أبناء العزاء إلا بالعودة إلى نصنا ونعود دائما إلى القراءة اللفظية والمعنوية حتى يتسنن إذن تتسنن الإجابة الأصوات أصوات روائح الصياح روائح البصل والثوم الجو سمحاً كما ترون استعمل الكاتب السمعة واستعمل حساتي اللمس والشم لماذا يترى لأنه دون شك ما قلنا في البداية إنه كفيف ولكن رغم عاهته إنه بصير بذهنه توظف حواسه الأخرى وعلموا أبنائي إذا أراد الإنسان أن يصل إلى العلا فيجب أن يثق بهمته برأيه بعقله فإن كنت ذا رأي فلا تتردد واطلب العلا إذن صباحاً ومساء إذن أمر ما هي العلامات التي استعان بها الراوي في تمييز الأماكن التي مر بها دون شك الأصوات والروائح لم نجد الصورة في هذا في هذه النص حرم الكاتب أبناء الأعزاء من الصورة لكن الله عز وجل قد أكرمه بحواس أخرى كثيرة وستطاع بها أن يصبح عميداً للأدب ويصبح إذن رمزاً إذن يسورنا الحياة ويعطينا مناهج كثيرة لكي نرتقي نحن بعده إنه في الواقع إذن عميد بالفعل أربط كل فقرة بالفكرة التي تناسبها الفقرة الأولى الفقرة الثانية الفقرة الثالثة الفقرة الرابعة الراوي يشق حياً تكثر في طروقه الحفر الراوي ينهي رحلته على العربة الراوي يقطع حارة شديدة تضييق كثيرة الحركة الراوي يقدم فكرة عامة عن كامل الرحلة إذن لا يمكن الإجابة دائماً أبناء العزة كما وأذكركم دائماً دون العودة إلى النص اقرأوا اقرأوا النص قبل الإجابة نصيحة هذه إذن سجلوها في أذهانكم وفي مخيلتكم حتى تصبحوا إذن من الممتازين في دراستكم عدنا إلى النص كما قلت لكم إذن الفقرة الأولى تبدأ من قطعة إلى يتنحاو له عن الطريق دون شك الراوي يقدم فكرة عامة عن كامل الرحلة و كل أبناء كل كفيف في حياته العامة يبتدئ من العام إلى الخاص لأن منهجه في ذهنه هو مفصل إذن حاسب طريق هو يختاره من المجمل إلى المفصل وترون حتى في كتابة طاحسين يبدأ من العام حتى في جمله جملا عامة ثم يمر إلى إذن المعاني الخاصة ويعود إلى النص المنطلق وكأنه يستعمل لغلة مولدة للمعاني فتجد كلمة الإحساس تتكرر أحس وأحس وتجد كلمات أخرى سنعرج عنها في إبانها إذن الحادث الثاني أو إذن الفقرة الثانية تمتد من كان الحي إلى تحذيره إذن وهي دون شك الراوي هنا يقطع حارة شديدة تضيق كثيرة الحركة الفقرة الثالثة تمتد من ثم انفسح حتى الطريق إلى الجم إلى إذن تقفز بنا قفزا الفقرة الثالثة الراوي هنا يشق حيا تكثر في طرقه الحفر الفقرة الرابعة ثم يقف السائق إلى الجبلي وهنا دون شك الراوي كما ترون يشق حيا تكثر في طرقه الحفر أشرح الكلمات المسطرة ومشت بنا في أجواء متباينة وكثر نذيره وكثرت في أرضها الأخاديد أجواء متباينة مختلفة أبناء العزاء أيضا دائما لا يمكن فهم الكلمة إلا بالعودة إلى النص مثلا خذوا مثلا تناول الطفل كتابه تناول هنا مفهومها أخذ تناول الطفل خبزا تناول هنا مفهومها هو أكل الطفل خبزا ولكن إذن يتغير السياق والكلمة نفسها فبتغير السياق يتغير المعنى إذن دائما نعود إلى النص لنفهم الكلمات وكثر نذيره تنبيهه وكثر نذيره تنبيهه وكثرت في أرضها الأخاديد الأخاديد الحفر الآن أشطب ما لا يناسب النص غلب على النص كثرة الألوان كثرة الأصوات كثرة الروائح غلب على النص كثرة الألوان كثرة الأصوات كثرة الروائح أحسنتم إذن غلب على النص كثرة الأصوات طلب مني في السؤال أبناء العزاء أن أشطب لا أن أضع الإجابة بين قوسي أيضا طلب مني أن أدقق عند إجابتي فإن دققت أختار فقط كثرة الأصوات أستخرج أيضا من النص كلمات المسطرة أو المتصلة بالحواس المذكورة وأصنفها في مكانها من الجدول ما يتصل بالسمع ما يتصل بالبصر ما يتصل بالشم إذن أبنائي أريدكم أن تفكروا قبل الإجابة إذن كلام الإنسان قطعة من عقله وأيضا كتابته وإجابته قطعة من تفكيره فكروا قبل الإجابة كلما فكر الإنسان كلما كانت إجابته دقيقة وكلما كانت إجابته منطقية ما يتصل بالسمع كثر نذيره وتحذيره لهجة السائق أصوات الناس السياح أصوات الأطفال والنساء أصوات الرجال سوت السائق ما يتصل بالبصر رشيقا أنيقا سمحا طليقا شديد الضيق ظرفا وتأنقا اشتد الزحام ذات اليمين انفسحت واتسعت كثرت في أرضها الأخاديد ما يتصل بالشم روائح ثقيلة روائح البصل والثوم ثقل فيها الهوى الآن نمر أبناء الأطفال إلى درسنا إذن المكمل لنص القراءة وهي توظيف الظواهر اللغوية أو في الواقع تصريف بعض إذن الأفعال أصرف حسب المطلوب لكننا انتهينا إلى حيث لا تستطيع العربة أن تنبية لكننا لن إلى حيث لا تستطيع العربة أن تنبية فكروا قبل الإجابة إذن أحسنت الإجابة لكننا لن ننتهي إلى حيث لا تستطيع العربة أن تنبية لكنها هي لن إذن قبل الإجابة عن الجملة الثانية نذكر أبناء العزاء أن لن هي من أدوات النصبي وعلامة النصبي الفعل الناقص هي الفتحة الظاهرة في آخر الفعل نركزوا معي الفتحة الظاهرة آخر الفعل هي علامة النصبي لكنها أيضا لن تنتهي أيضا علامة النصبي هي الفتحة لكنهم لن تنتهوا علامة النصبي أبناء العزاء فكروا قبل الإجابة فيما تمثل دون شك هي حذف النون حذف النون وهنا للتوضيح إذن الظم هنا هي في الواقع قاعدة صرفية ولكن إذن ليس لا تدل على علامة النصبي وإنما هذه تدل على صيغة الفعل إذن في المضارع المنصوب معهم تنقلب الكسرة إلى الظم كما ترون قد أضطرت الألف المد هنا ولكن الإشارة يجب أن تكون في أذهانكم هي حذف النون هي إذن علامة نصب الفعل الناقسي مع ضمير أنتم نمر أبناء إذن التلميذ إلى الجملة الأخيرة لكنهن لن إذن ينتهينا لكنهن لن ينتهينا نلاحظ أبناء الأطفال ثبوت النون هنا ولكن أيضا وجود الفتحة علامة النصب إذن في المضارع المنصوب هي معهن ثبوت النون مع الفتحة أبناء أذكركم بإذن هذه البيانات التي تعرضتم لها مع زملاء الكرام والأفاضل في الثلاث الثاني يساغ المضارع المنصوب من الفعل الناقص الثلاث المجرد والمزيد انتلاقا من المضارع المرفوع مثال انتهى نحول هذا الفعل إلى المضارع إذن المرفوع ينتهي ونحافظ على هذه الكسرة إلا إذن مع إضافة أحد أدوات النصب بعد ذلك لن لي كي حتى لكي أن لن ينتهي نحافظ على إذن كسرة عين الفعل وأيذن نحافظ أيذن على الفتحة آخر إذن الفعل مع هو لكن تتغير في بعض الأحيان علامة النصب نصب لا من الفعل حرف العلاء اليا أو الواو بالفتحة مع الضمائر أنا نحن أنت هو هي وبحذف النون مع الضمائر أنت أنتما أنتم هما مذكر مؤنث هم وبثبوت النون مع أنتنا وهنا سيغة المضارع المنصوب تذكر إذن أبنائي خذوا ما تيسر من البيانات ومن معانيا ومن مفاهيم إذن وقيسوا عليها دائما عند تصريفكم للأفعال أنا لن أخشى أنتم لن تخشى أنتم لن تخشوا أنتنا لن تخشين حافظنا هنا على حركة عين الفعل الفتحة ولكن أيضا حذفنا النون ثم ثبتناها مع أنتنا حذفنا النون مع أنتما أنتم ثبتناها مع أنتنا وأيضا ثبتنا الفتحة و إذن مع المفرد أنا نحن لن نخشى هما لن يخشى هم لن يخشوا هن لن يخشين أنت لن تخشى هما لن تخشى أنت لن تخشي هو لن يخشى هي لن تخشى طلب السائق من الناس أن يتنحوا له عن الطريق طلب السائق من الناس أن يتنحوا له عن الطريق أسطر الفعل الناقس وأكمل تعمير الجدول التالي الفعل الناقس نوعه وزنه في الماضي وزنه في المضارة أبناء أبناء دققوا وتثبتوا قبل الإجابة لا تستعجلوا كما ترون الفعل الناقس يتنحه أن سبق بأن وهي أداة نصب تنحى وهو فعل مزيد فعل معتل ناقص يائي و مزيد في الآن ذاته وأذكركم أبنائي إذن الزيادة أو الفعل المزيد يتغير معناه في الواقع عن الفعل المجرد مثلما علما عندما نقول علما يتغير المعنى نوعه يائي وزنه في الماضي تفعل وزنه في المضارع يتفعل أصرف الفعل حسب المطلوب أمر السائق ولدا بالتنحي له عن الطريق قائلا عن الطريق أمر السائق ولدا إذن أبناء الأعزاء أمر عندما نقول أمر يعني سنسوغ الفعل في سيغة الأمر فما يوجد في قول القول تنح يعني أنك قد صرفت الفعل في الأمر أنك تخاطب شخصا أمامك بعينه أمر السائق بنتا بالتنحي له عن الطريق قائلا تنحي عن الطريق أمر السائق أشخاصا بالتنحي له عن الطريق قائلا تنحوا أذكر أبناء العزاء بهذه البيانات أريدكم أيضا تسجيلها إذن حفظها وفهمها وفهمها لا بد من ذلك إذن ولا يمكن الحفظ إلا بالفهم حاولوا أن تفهموا وتستوعبوا هذه البيانات والقواعد قبل حفظها يساغ الأمر من الفعل الناقص الياء الثلاثة المزيد على وزني كما ترون على وزني يفعل مثل تنحى بحذف أداة الجزم وحرف المضارعة أنت لم تتنحى أنتي لم تتنحي أنتما لم تتنحيا أنتم لم تتنحوا أنتن لم تتنحينا في الأمر نقول تنحى تنحي تنحيا تنحوا تنحينا ماذا فعلنا عند سياغة الفعل في الأمر مررنا بمراحلة المرحلة الأولى هو سغن فعلنا في المضارعة المرفوع ثم بعد ذلك إذن اخترنا أداة جزم والأداة المعهودة عندنا لم لم تتنحى ثم بعد ذلك حذفنا لا مال جزم وحذفنا أيضا تاء المضارعة فماذا بقي تنحى تنحي تنحيا تنحوا تنحينا مع المحافظة كما رأيتم على حركة عين الفعل المفتوحة الآن نمر إلى الإعراب وهو وهو ذكر وظائف الكلمات المسطرة وهو يدفع الناس أمامه وهو يدفع الناس أمامه أطفالي وبناتي أريدكم قبل تحديد وظيفة الكلمة أن تنتبه إلى حركة الإعراب أخير الكلمة الناس رأينا هنا هذه الكلمة منصوبة بالفتحة وأي مكان تحتل هي ترى أطرح أسئلة من يدفع أمامه الناس إذن أو من ماذا يدفع هو أمامه هذه أسئلة كثيرة تطرح لمعرفة محلات الإعرابية للجملة الفعلية أو للجملة الإسمية وهو يدفع الناس أمامه جملة إذن كما ترون تتضمن جملة فعلية يدفع الناس الناس هنا مفعول إذن به وكثر نذيره كما ترى أبناء الأعزاء إذن تثبتوا في الإسم المسطري الضمير هنا متصل بإسم إذن فهو مضاف إليه فالعرب تقفز بنا قفزا قفزا مفعول مطلق كما ترون إذن هذا الإسم هو مشتق من فعل قد سبقه هذا الفعل تمثل في تقفز وإن لاحظنا أن الفعل المسطرة أو المفعول المسطرة هو مشتق من فعل من جنسه فبالتالي دون شك هو مفعول مطلق يفيد التأكيد كما رأينا في حسس فارطة أسطر الضمائر المتصلة وأصنفها في الجدول وإذا صاحبي يقول لي لم نبلغ البيت بعد ولكننا انتهينا إلى حيث لا تستطيع العربة أن تمضي أعيد وإذا صاحبي يقول لي لم نبلغ البيت بعد ولكننا انتهينا إلى حيث لا تستطيع العربة أن تمضي أعزائي ركزوا كثيرا ولا تطيلوا إذن قبل الإجابة تركزون وتسرعون أيضا في الإجابة إذن لا تركيز مفرط ولا أيضا تسرع وإذا صاحبي يقول الضمير الأول يدل على الأنا اليا لي أيضا يدل على المتكلم الأنا لي اليا ثم أيضا لكننا الضمير المتكلم نحن وهو ضمير جمع الضمير المتصل الياء فهو ضمير جر اتصل باسم نكرة وظيفته دون شك مضاف إليه لي الياء أبناء العزاء متصل هنا بضمير جر وضمائر الجر الجر كما تعلمون هي من إلعا على في بيلك إذن وكثير هي الضمائر لكن ما تدرسونه أنتم لي هو ضمير جر ما أتصل به هو مجرور دون ريب ودون تردد عند الإجابة ضمير جر وظيفته مجرور لكننا الضمير نا وهو ضمير متصل ضمير نصب بماذا اتصل الضمير هنا؟ اتصل الضمير دون شك بناسخ حرفي والنواسخ الحرفية تعلمون تعرفونها إذن لكن أن ليت لعل وإذا دخلت على الجملة الإسمية فهي تنصب المبتدى وترفع الخبراء يهمنا الآن أن وظيفة هذا الضمير المتصل هي اسم ناسخ وظيفة الضمير المتصل اسم ناسخ أتذكر الآن المتكلم من الضمائر المتصلة يانا الضمائر المنفصلة أبناء الأعزاء تعلمون تعرفونها أنا نحن يعوضه الضمير المتصل لرفع الثقل فدون إذن عوض أن أقول كتابي أنا أقول كتابي أرفع عني عند النطق أو عند الكتابة الثقل فأقول إذن ضمائر النصبي والجر المتصلة هي الياء والنون ونا إذن نحن أيضا للك و للمفرد المخاطب الك للمؤنث المخاطب كما للمثناء كم للجمع وكنا للجمع المؤنث كم للجمع المذكر كما تعلمون وكنا للجمع المؤنث الغائب ضمائر المتصلة هو ها هما هم هن كما ترون المفرد المؤنث المفرد المثناء المذكر وأيضا المثناء نجد أيضا هم الجمع المذكر وهن الجمع المؤنث أتذكر المضاف هو كل اسم أضيف إلى اسم آخر فإن الأول يجر الثاني ويسمى مضافا والثاني مضافا إليه فإن الأول يجر الثاني ويسمى مضافا والثاني مضافا إليه تكون وظيفة ظمير الجر المتصل كما ترونه على الشاشة إذن ظمير متصل ظمير نصب ظمير جر تكون وظيفة ظمير الجر المتصل بإسم مضافا إليه عنها الها هنا متصلا كما رأينا بحرف الجر فهي إذن وظيفتها مجرور تكون وظيفة ظمير الجر المتصل بحرف الجر مجرورا إذن ظمير النصب يعوذ اسما منصوبا يتصل ظمير النصب بفعل فتكون وظيفته مفعولا به يتصل ظمير النصب بناسخ حرف فتكون وظيفته اسم ناسخ كم أتمنى زيارة جربة إنها جزيرة الأحلام إذن أمر أبناء الأعزاء بعد متابعة درس قواعد اللغة إلى محاولة التدرب على إنتاج نص سردي مغنى بمقطع أو بمقاطع وصفية أنتج نصا سرديا أتحدث خلاله عن رحلة ترفيهية واجهنا خلالها صعوبات وأضمنه بمقاطع وصفية أو أضمنه مقاطع وصفية أحدد المعطى والمطلوب أبناء الأعزاء قبل الإنتاج أو قبل التخطيط للإنتاج يجب تحديد المعطى والمطلوب حتى نتفهم إذن الموضوع جيدا المعطى الأول كما ترون رحلة ترفيهية المعطى الثاني أو المعطى الأول في الواقع هو رحلة ترفيه والمطلوب هو الإنتاج المطلوب الثاني أيضا وضمنه مقاطع وصفية أبناء الأعزاء الإنتاج هو صناعة وفن تستوعب كل ما درسته من ظواهر لغوي تحاول توظيفها تحاول توظيف البلاغة كل ما قرأته في المطالعاتك من قصص تحاول أن تستغل تلك المعلومات والبيانات وتحسن استغلالها ثم أيضا ترتب أفكارك ترتيبا زمنيا أو ترتيبا في الواقع فيه استرجاع ولكن لا تنسى أنك تعتمد منهجية واضحة وتعتمد إذن بناء واضحا حتى لا تكون أفكارك مشوشة ومتداخلة أو يكون عملك إذن بسيطا إلى حد الخروج عن الموضوع أو إلى حد الإطنابي إذن فما عليك الآن بعد تحديد المطلوب أو تحديد المعطى والمطلوب إلا التخطيط عناصر الإنتاج الكتابي كما تعرفونها تنقسم إلى وضع بداية وسياق تحاول ووضع نهاية ويسمى هذا بنية النص السردي لا يمكن لنص سردي إلا إذا ولا يمكن بناء أي شيء إلا إذا كان على أسس صحيح فالأساس الصحيح أن تبدأ ببداية إذا تمهد فيها وتحيل إلى المكان والزمان ثم بعد ذلك تتحدث عن تشير إلى بعض الشخصيات وتحاول أن تشير إلى الفكرة الرئيسية المشروع ثم إذا إذا تمر إلى سياق التحاول الذي فيه ستكون ربما المفاجأة أو ذكر الأعمال ووصفها و أيضا الوصول إلى الأزمة ثم الإنفراج و أخيرا تصل وضع النهاية الذي هو بمثابة خلاصة لكل ما رأيته أو للقصة التي تعرضت لها أو للرواية التي تحدثت لنا عنها فوضع البداية في هذا إذن الإطار يمكن أن نبدأ نختار السماء صافية أرسلت غزالة الكون أشعتها الذهبية فملأت الدنيا بهاء هذه إذن تدل تحيل على إذن وضع بداية الجو معتدل البحر هاد إذن هذا كل هذا إذن سيجعلك في الواقع تمهد للحدث المشروع وهو أنك ستخرج في رحلة كل هذه الأشياء تشجعك لا يمكن إذن الخروج في رحلة بحرية خاصة حسب هذا المعطى وتبدأ نصك بأن تقول مثلا تراكمت الصعوب في السماء و اشتد إذن اشتد البرد و دو الرعد و نزل المطر هذا كله سيجعلك أنت الآن إذن تتبع سردا في الواقع انتاجا غير منطقي إذن نمر إذن إلى سياق التحاول بعد أن مهدنا له فيمكن أن نقول في إطار هذه الرحلة و نصف الركاب الشخصيات كيف كانوا يتمتعون بمشاهدة الأمواج و بمشاهدة البحر و نحن الآن أبناء العزاء قادمون على إذن موسم إذن على الصيف على كرسي هذا على كرسي يقرأ الآخر ربما إذن يلتقط صورا تذكارية الآخر ربما يسمع موسيقى يتابع مشاهدة على إذن الأنترنت أو غيرها إذن من الأعمال التي تصف إذن أفعال هؤلاء دون شك سيكون الوصف مركزا على حالتهم النفسية إذن الوصف من الظاهر إلى من الظاهر إلى الباطن نصف الشكل الخارجي لإذن هؤلاء الركاب ثم بعد ذلك نصف نفسيتهم الفرح الغبطة بماذا يشعرون لكن في إطار هذا يمكن أيضا كما هو إذن في النص يمكن أن ندخل إلى جو آخر وهو تتعكر إثرة إذن الرحلة ندخل إلى الأزمة ما يسمى بالأزمة أو بما يسمى إلى تعكري إذن الجوي فاضطراب البحر فاشتداد العاصفة زوابع حوجها أمواج المطلاطمة سفينة تتلاعب بها الأمواج خوف الركاب واضطرابهم ولكم أبناء الأعزاء في هذا الموضوع بالذات أن تعودوا إلى ما قرأتموه عن الربان الصغير في نصنا إذن في قصته في كتاب عالم القراءة وضع النهاية دون شك كل وضع نهاية سيكون فيه إما انفراج إما إذن نهاية مفتوحة كما رأيناها في النص إذن في نصوص كثيرة كما هذا النص نص الرحلة التي رأيناها في نص القراءة هي نهاية أيضا مفتوحة رحلة لم تنتهي بعد يمكن أيضا في وضع النهاية أن نمر إلى إنجلاء الغمة حالة من الانفراج عودة الهدوء استئناف الرحلة الإطمئنان الوصول الوصول إلى شاطئ السلامة أبناء العزاء يمكن العودة كما قلت لكم إذن إلى مدونة القسم وتحميل إذن تحميلها من خلال إذن موقع المركز الوطني البداغوجي ما بقي إلا أن أقول لكم شكرا على المتابعة دمتم في صحة جيدة إذن دمتم في حفظ الله ورعايته مع الشكر الجزيل إذن أبوكم ومربيكم السيد عدل الكبير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة